طبعاً نرحب بضيفنا البطل عمر سنهراوي أهلا ومرحبا بك قبل ما نتكلم عن مواهبك ما شاء الله عليك في المجال الرياضي نبدأ وياك في آخر البطولات اللي شاركت فيها وحصولك على الميدالية الذهبية اللي كانت فيها قوة الرمي اللي احتضنتها دولة البحرين باعتمادك على إمكانياتك الخاصة ورفع اسم هذه البطولة يا عمر يعني ذهبية العرب تحت وزن 55 كيلو جرام في النسخة السادسة البطولة العربية لقوة الرمي في البحرين كلمنا عن هذه المشاركة هو طبعاً بطولة زي دي كانت من القنشة سهلة بطولة عربية كانت الناس اللي مشاركين فيها كانت كويسين جداً وطبعاً الكابتن إبراهيم المدرب بتاعي ما أصرش في حاجة في التمرين احنا كنا منستعد من من ستة شهور تقريباً قبل البطولة وطبعاً وطبعاً كان فينا حماسياني في الفريق وكنا نتمرها على أد مناظر لكي نحق المدالي الدهبية والحمد لله حقنا المدالي الدهبية ما شاء الله عنك الحمد لله الآن عمر أنت بدأت ما شاء الله عمرك خمس سنوات صح؟ صح؟ وبعدين وصلت هذا لين ما وصلت الحين لخمسة عشر سنة؟ يعني عشر سنوات متواصلة من التدريب وتنويع الرياضات تخبرنا عن هذه الرحلة وشو هي أبرز الرياضات التي تخصصت فيها؟ وطبعاً ليس أنني أحضر في العائلة التي بدأت من سنة تغير والأسرة كلها كانت رياضية والوالدة الله يحفظها كانت وفي السنة الخامسة كانت أيضاً تلعب في رياضات الكاراتي وأيضاً كملت وعندها عزم أسود نعم ما شاء الله وراثة يعني هذا الشيء وعندما نحن 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 وليس لعبت على رياضات كثيرة ليس فقط المواي تاي والمارشل آرت لعبت قمت خطرت سباحة وقمت خطرت چطر ولكنني ميولي أدخلني إلى المارشل آرت أكثر من أشياء قتالية نعم ما هي الفرق بين المواي تاي سواري عبد يا قطاتي الفرق بين المواي تاي وبين الكاراتي والكونجفو وغيرها من الفنون القتالية هو الرياضات تختلف القوانين والتقنيات وكذا يعني مثلا تاكواندو بس يعني تلعب بالليجز بالكيكس وكذا المويتاي بونشز كيكس معها أكواع ألبوز نيز تعضاء أكثر تدخل فيها زي يعني ما شاء الله عليك أنت كيف تتوفق بين اللي خلنا نقول الهوايات اللي أنت تحبها وبين تحصيلك الدراسي متى تتدرب متى يعني كيف تنسق بين الهوايات والدراسة أنا بحب يعني خلي تمريني في يعني أنا بعيد عن الدراسة جدا يعني لأن الدراسة طبعا لها قوية كبيرة في حياة الإنسان يعني أنا أخلي التمرين من ثالث أيام في الأسبوع وأيام ما فيه التمرين أخليها الدراسة يعني شوية خفيفة بس يعني الثالث أيام البقائية في الأسبوع سوف تكون دراسة أكثر شوية أكثر مستوىك الدراسي كيف لا كيف تستطيع الحمد لله كيف تبدو أن تشاهد مستقبلك في هذه المهنة دعنا نقول إذا أنت حبيت أنك تكون كيك بوكسر أو تكون مدرب فيها هل تشوف أن هذا بيكون هو الشغل أو الحياة العملية لك أو هذي هواية وبتكمل بعدين في شيء أكاديمي وممكن تمزج بين الشيئين هو طبعا يعني الإنقذات لنا عمدال حد الوقتي مش هوقف لحد هنا هكمل حد مقبر ووصل لقامعة واشتغل بس طبعا يعني حياتي العملية هتكون يعني في الأول ومش هوقف يعني أخلي برضو أبنائي هعلمها هحببهم في الرياضة هعلمهم هدربهم بس يا إن شاء الله يعني إن شاء الله توصل على المراتب سوف نشوف انت لابس ميدالية تتحدث عن الميدالية اللي أنت لابس ruhانها والميداليات اللي حدارك دون ميداليات المواي تاي المقيمة في الامارات رفاحة ش και Anita حديث بهذا دي كان ميدالية اللي انت ذهبية في الامارات كان مقيمة في الامارات وهذه وني دي لي كانت في البحرين دي لي خطتها أ panties ايوة دي لي أشعر lets get rid of any three دي لي خطتها جديدة وفي خطو دي كان في بلا أوسيا جميل روسيا البيضاء بياس بروسيا وخدت ميداليات أكتر بس يعني لحبة تمورها وهذا ما في النصق الكبير هذه كانت مقيمة في دبي كانت زمان لما كان عمري خمس ست سنين ما شاء الله هذه أغلى ميدالية أغلى ميدالية وهذا ما في اليسار هذه أيضا كانت بطولة رمضانية كانت في رمضان في الإمارات في ند الشبه أه في ند الشبه أو أين في بوضبي هذه مويتاي في بوضبي دائما تكون غالبا إن زين عمر لأي درجة تساعد هذه الرياضيات في تعزيز الرياضات سوري في تعزيز الثقة بالنفس يعني يكون شاب في مقتبل العمر وعنده هذه القوة البدنية وعنده هذه القوة الذهنية أكيد اللي تكون مستمدة من القوة البدنية كيف تساعد في تعزيز شخصيته في أنه بعد يكون عنده ثقة بنفسه هو أعتبر دوت يعني بتعلم حقا كثيرة بتعلم التعاون التحكم في الغضب بتعلم حقا كثيرة جدا يعني بتعلم الضبط في النفس بتعلم حقا كثيرة بس يعني الحاجات دي بنستخدمها في حاجات صالحة يعني 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 ليس معنا أنه كن عند القوة ليس معنا نروح مثلا أضرب أي حد وكذا ما سويتها في المدرسة الضارب لا لا أبدا لا بالأكس بس ربعك يدقون لك يمكن في ضرابة أو شيء على طول أعمار المنقذ مسترمصل ساعدني لا أنا في الفنوق وطلية مش معنا أنه تخين أبدا لا بالأكس أنا أستخدم المهار المعاي في الخير بالضبط حسنا إذا عندي ضرابة أو شيء سأقولك تفزع لي ليس تطالعني ليس إن كانت ضراب أنا وحد المخرج سأقول من إحداثك مثلا أكيد أهلك عمر لهم دور كبير في دعم وتنمية مواهبك يعني كلمنا بعد عن دور أهلك في تشجيعك نفس الهواية التي تحبها فكلمنا عن دور أهلك في مساعدتك في التمرين واختيارك أيضا لهذه الهواية هو طبعا زي ما قلت العائلة كلها الرضية فطبعا الرياضة دي حاجة أساسية عندنا في العائلة في الأسرة فأروح أدخل الرياضة أنا أحبها أهلي طبعا ساعدوني ساعدون جدا وهم اللي حببوني في الرياضة من صغري يعني وأنا لعبت رضا في القتلية وأهلي ساعدوني جدا في اختيار هذه الرياضة فقط الحمد لله أخوانك لا يخافون منك في البيت لا بالعكس أخواني يتطورون معايا كلكم تتمارسون هذه الرياضة في البيت لا يوجد أحد يكسر الثانية ويعود الثانية إذن عمر كشاب الآن في هذه الرياضة المواي تاي بالذات ليس منتشرة بين الشباب يعني يمكن مؤخرا صارت منتشرة أكثر وبعض المدارس حتى تعلمها يعني شف مدارس الإمارات الوطنية وغيرها صاروا يعلمونها الطلاب شو نصيحتك للشاب لأن كل حد الحين توجه الرياضي كورة 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 خلاص أو صباحة بعد صباحة بعد رياضة مختلفة لكن أغلب الناس بس كورة أو أنه يكون بس يشاهد الكورة حتى ما يمارسها صح فلازم يكون فيه تنويع أنا أعتقد للهوايات فشو نصيحتك للشباب عشان يحبون ويتوجهون لهذه الرياضات هو طبعا يعني أي رياضة تبقى مفيدة لأي حد بس الفنون القتلية بتساعد بتساعد جدا يعني التحكم في الغضاء وتعملك تعملك أي حاجة بتساعد الفنون القتلية أحسن من أي رياضة تانية وأنا يعني اخترتها كرياضة يعني بتساعدني في حياتي بتقوي اسمي ده بتساعدني في الضبط عن نفس في التعاون يعني في بعد في شي في هواية في خاطرك يعني أنت حاب تسوي وبعد كل الحم ما حققت أو ما سويت لا لا أنا كل ما خاطر سويت إن شاء الله عليك إن شاء الله سأكامل أكثر إن شاء الله يعني نعم مثل ما قال الشهاب نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله توصل على المراتب و يعني نشكر الوالدة والوالد على لأن احتموا هاي الموهبة ونوموها فيك شكرا لك لوجودك شكرا لبابك